في أي مرض بنقول أن العيوب الخلقية في المرض دوت ما بنقدرش نتجنبها إنما في القلب لا في عيوب خلقية بنقدر نتجنبها يعني نقدر نتجنب مثلا جواز الأقارب دوت بيقلل بنسبة كبيرة جدا من أمراض القلب اللي هي العيوب الخلقية في القلب الحاجة التانية إن إحنا نبقى عارفين إيه هي الأعراض اللي بتقول إن ممكن يكون في عيوب خلقية عند الإنسان بنقدر نتجنب العيوب الخلقية ديت بإن إحنا بنعمل السري دي والفور دي صنار للست الحامل فبنقدر نعرف هل في عيب خلقي في القلب ولا ما فيش وهل هو عيب خلقي مركب نقدر نستغنى عن الحمل دوت ولا بتبقى حاجة بسيطة تقدر تتعلم وكذلك بقى في العديد من الأمراض والعديد من النظريات اللي هي بطقي القلب طيب النهاردة يعني الفعلا أن الكلام الدارك طول الوقت لازم تلعبوا رياضة لازم تقللوا من الأكل المقلي لازم مش عارفة تعملوا إيه اللحمة يبقى ليها البروتين عمتا يبقى بكميات معينة حتى الأسماك برضو الجنبري يقولك مش عارفة بيعلي كولسترول بس بلاقي رياضيين بحافظوا على جسمهم كويس جدا بالرغم من ده فجأة لقي سكتة قلبية وتوصف ما هو إحنا زي ما قلنا اللي هي إحنا بنتكلم على السمنة بنتكلم على التدخين بنتكلم على السكر بنتكلم على الضغط اللي هم تقريبا بقوا بوجودين عند معظم الناس وكل الناس بتعمل الحاجات دي بس بنفاجأ بحاجات برا نطاق الحاجات دي لما نبقى قوير بيها بنقلل كتير جدا من أمراض القلب يعني حضرتك ذكرتي الرياضيين اللي هم في أثناء ممارستهم للرياضة ممكن يحصل مشكلة ولا قدر الله يحصل له بموت مفاجئ طبعا الناس بتقوم استغربة جدا إزاي واحد رياضي يحصل له بموت مفاجئ لأ دي حاجة كومن جدا عندنا وحاجة مشهورة جدا إن في بعض الأمراض مع زيادة المجهود البدني وزيادة إفراز مادة الأدواني في الجسم بيحصل حاجات معينة مثل كده في حاجة اسمها تضخم عضلة القلب اللي هو بنسميه يعني بيبقى فيه فشل في عضلة القلب بس ما هواش فشل إن وظيفة عضلة القلب بتقل لأ ده وظيفة عضلة القلب بتبقى أكتر من الطبيعي وبيحصل فيه تضخم جامد جدا في الحاجز ما بين البطين الأيصر والبطين الأيمن وبيحصل ضغط جامد في البطين الأيصر فبيشد الصمام المترالي لما بتشد الصمام المترالي ده بحاجة اسمها الفاجيوم إفكت فبيقفل مخرج البطين الأيصر مع وجود مادة الأدرينالين أثناء ممارسة الرياضة والمجهود العنيف فبيحصل إن العضلة ده بتبقى تنس جامد قوي لما العضلة بتبقى تنس وهي هايبرتروفايد أو بتبقى متضخمة جامد جدا مع وجود الصمام المترالي قافل جزء من مخرج البطين وبالتالي بيحصل إنسداد كامل لمخرج البطين الأيصر الإنسداد الكامل ده بيعني إن ما فيش دم بيوصل للدورة الدموية فبيحصل موت مفاجئ دي من الحاجات المشهورة طيب دي نتجنبها إزاي نتجنبها بإن إحنا يبقى فيه أتلست حاجة مش دورية بتتعمل حاجة عند سن معين السن اللي بيحصل فيه ظهور الأعراض ديات أو ظهور الأمراض ديات بالرغم إن هي أمراض عيوب خلقية بس بتبين في سن الشباب تقريبا عند سن 20 سنة عند سن 30 سنة فبيبقى فيه أتلست مثلا إيكو بيتعمل عند سن 25 سنة اللي هو بيتطمن على عضلة القلب بيتطمن إن ما فيش تضخم في جزء منها لو لقى التضخم يبقى فيه احتياطات معينة للعب الرياضة أو لممارسة الرياضة ترجمة نانسي قنقر